أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل إذا حذفت ألو التعريف من أسماء الله لا تكون من أسماء الله مثل العزيز لو قلت عزيز يكون من أسماء الله وغيره وكذلك الله جل وعلا يقول إنه عزيز حكيم إنه عليم ما في بس تارة يأتي بالأله والأوم تارة يأتي بدونها نعم إنه علي حكيم وهو العلي العظيم تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا ما في بس نعم